السلام عليكم ورحمة الله عزقنا المشاهدين والمشاهدات ان شاء الله احنا بنتكلم على بعض الدول في العالم بناخد الدولة نتكلم عنها ونشوف عادات الشعوب في هذه الدول يعني حرصنا ان احنا نجيب بعض الدول اللي احنا بنسمع عنها كده يعني بطريقة مرة او اتنين او تلاتة في السنة زي مثلا هنبدأ النهاردة مثلا نتكلم على دولة اسمها منغوليا طبعا منغوليا اول ما بنقول منغوليا الاسم على طول بيعود بنا الى المغول نعم ان منغوليا هي ارض المغول لقد اسس هذه الدولة جانكيس خان وحفيدو هولاكو هؤلاء الذين اسسوا دولة قوية والمغول او منغوليا قبائل رعوية نشأت في وسط اسيا هذه القبائل الرعوية او هذه الدولة الرعوية هي مجال حديثنا النهاردة نتكلم فيها على مقومات الدولة دي وهنشوف الدولة دي بتقع فين وعداد شعوبها ايه هي دولة رعوية تقع هذه الدولة في الجزء الشمالي الاوسط من قارة اسيا يحدوها شمالا دولة روسيا وهي دولة عظيمة المساح ويحدوها جنوبا الصين يحدوها من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب الصين يعني تكاد تحتويها الصين وشمالها دولة روسيا الاتحادية التي كانت قديما الاتحاد السوفيتي منغوليا هي بذلك تصبح دولة حبيسة ما معنى كلمة دولة حبيسة كثير منها تساءل ما هي الدولة الحبيسة الدولة الحبيسة هي الدولة التي لا تطل على بحار او مسطحات مائية مفتوحة تصلها بالمحيطات او تصلها بالبحار الخارجية طيب هل هذا الموقع نعمة او نقمة؟ طبعا احنا نقول الموقع دوت هو من مواقع الدول التي تعد نقمة على ساكنها لماذا؟ لان الدولة الحبيسة التي لا تتصل بالبحار هي دولة محدودة العلاقات هي دولة تجد صعوبات في الاتصال بالدول المجاورة هنجدها مثلا تلجأ الى التفاوض مع دول المجاورة للوصول الى المياه الخارجية للتجارة نحن نعلم ان التجارة لا تكون ذات قيمة الا اذا كانت عن طريق السفن الضخمة العابرة للقارات وهذه السفن الضخمة العابرة للقارات تكون دائما على مسطحات مائية ومنغوليا ليس لها مسطحات مائية كما ذكرنا فانها دولة حبيسة مما يؤكد ان هذه الدولة لابد ان تتفاوض مع الصين مثلا او مع روسيا مثلا للخروج الى المياه يعني عن طريق مواصلات برية تصلها بمواني الدول المجاورة لها وكده بتجد الدولة صعوبة في تجارتها الخارجية ولكن منغوليا هي دولة بسيطة دولة ذات نظام رعوي ان قبائل منغوليا او منغوليا هم رعاة اول من علموا العالم اصول الرعي يعني نحن نقول دائما ان سهول وسط اسيا الرعوية هي اول من علم العالم اصول الرعي هؤلاء هم الرعاة الشداد الذين كونوا دولة قوية غزت العالم نحن نعلم ان المغول قد غزوا العالم شرقا وغربا من منغوليا فوصلوا حتى شرق اوروبا ووصلوا الى اطراف افريقيا وكادوا يعتدون على مصر لو لا ان تصدت لهم وهزمتهم ان مصر هي التي هزمت المغول في المعركة الشهيرة عنجلوت ولكن يرجع للمغول انهم سبب اسقاط الدولة العباسية حينما غزت الجيوش المغولية بغداد فاحرقتها ولنا قصة مع حرق بغداد واسقاطيها وقتل الخليفة المستعصم بالله وولديه في عام 1258 ميلادية هذه قصة سوف نعلق عليها ولكن بعد ما نشوف فيلم عن الحياة الرعوية او شكل الدنيا عاملة ايه في منغوليا طبعا احنا كنا عايزين يعني نشوف مساحة منغوليا او بنشوف موقع منغوليا في شمالها تقع الصين روسيا وفي جنوبها يقع الصين الدولة شكلها حبيس يعني طبعا احنا تخيلنا الشكل الحبيس للدولة لما تكلمنا على الدولة وشفناها لكن احنا لما بنجي نشوف او نلقي نظرة على الخريطة اللي موجودة في الشكل اللي قدامنا اذا بصينا على الخريطة بس وشفنا الشكل اللي قدامنا ده بنجد ده التخيل بتاع الدولة الحبيسة طبعا لان انا ذكرتلك الكلام دوت بدون ما نشوف لا احنا هنبص قدامنا دلوقتي ونشوف على الشاشة شكل الدولة الحبيسة عامل ازاي عندنا زي ما شفناه في الجنوب ومن جهة الشرق ومن جهة الغرب توجد الصين وفي الشمال دولة روسيا اذا نحن في دولة حبيسة من جميع الجهات هل نرى يعني وجود لمسطحات مائية خارجية لا مش موجود يبقى ده شكل الدولة الحبيسة ورغم ذلك احنا بنقول ان مساحة منغوليا هي مليون ونص كيلو متر مربع يعني نتخيل هي قد ايه نتخيل مساحة مصر مصر جميعا يعني مصر التي تمتد من ساحل البحر متوسط حتى حدود السودان جنوبا من حدود ليبيا حتى البحر الاحمر وحدودنا مع السعودية وفلسطين في الشرق مصر التي نعرفها والتي لا نعرفها اذا كنا لا نعرف يعني لم نسافر الى جميع انحاء مصر فان مصر دولة من المساحات التي ليست صغيرة مليون كيلو متر وربع نجد ان منغوليا قادر مصر مرة ونص يعني قد مصر مرة ونص تمام طيب احنا علمنا ان مصر دخلت نادي المائة مليون بشر او مائة مليون في السكان عندنا تسعين مليون داخل البلاد وعشرة مليون من ابنائنا في الخارج فانا تخيل ان منغوليا هتبقى كام مليون احنا مائة مليون ومسحتنا مليون كيلو متر مربع يبقى اكيد هي مليون ونص يبقى هتبقى مائة وخمسين مليون مثلا عشان تقارب مصر لا ده احنا هنكتشف ان عدد سكان منغوليا اتنين مليون وتسعمائة الف يعني نقول تلاتة مليون هذه المساحة لنا ان نتخيل قدر مصر مرة ونص عايش فيها تلاتة مليون يعني نقدر نقول سكان مدينة الاسكندرية مثلا مثلا هم جميع سكان منغوليا نتخيل بقى ان المساحة تعد من الكسافات المنخفضة جدا في العالم يعني مستوى الكسافة تقريبا منخفض جدا جدا هذه الدولة بها يعني تعد من الدول التي بها مساحات واسعة ولكنها غير صالحة للزراع او من اكبر الدول التي بها مساحات غير صالحة للزراع فان بها اكبر تاني اكبر الصحراء في العالم بعد الصحراء الكبرى الموجودة في شمال افريقيا والصحراء الغربية عندنا في مصر جزء منها بنكتشف ان صحراء جوبي في منغوليا هي تاني اكبر صحراء في العالم ولكن بصفة عامة ينتشر في اراضي منغوليا الحشائش والمراعي التي تعد الحرفة زي ما قلنا الرئيسية لسكان هنواصل برضو ونشوف فيلم ونرجع تاني مع بعضنا نقول بعض المعلومات عن دولة منغوليا التي تقبع في وسط اسيا طبعا احنا شفنا خيول الياكي الشهيرة اللي هي اقرب الى البغال هذه الخيول استردتها منغوليا كتراص لها من اوروبا مرة اخرى واستعدتها وعملت على تربيتها ووصلت اعدادها انها بتتضاعف دلوقتي وهي رمز من رموز البغول لها قدرة على التحمل لدرجات البرد الموجودة في الشتاء منغوليا كما ان لها القدرة على سير المسافات طويلة في مناطق المراعي الواسعة المطرمات المساحة زي ما قلنا الموجودة في منغوليا منغوليا الديانة الرسمية البوزية وكانت منغوليا دائمة الاعتداء على الصين واستولت عليها في عصور قديمة ولهذا عمض الصينيون على اقامة صور عظيم يفصل بين الامبراطورية المغولية والامبراطورية الصينية اللي هو صور الصين العظيم ولذلك صور الصين العظيم كان له هدف في بنائه هو منع اعتداء المغول المتكرر على الصين والاستلاء عليها ولكن فيما بعد ذلك حكمت أسرة الصينية هي أسرة سلالة كينج تلاتها أسرة تشينج المانشو حجمت المغول والصين معا جنبا إلى جنب إلى أن أعلن استقلال منغوليا في 29 ديسمبر 1911 وأعلن استقلالها بعد الصورة الشعبية وأنهت حكم المانشو الذي استمر 2200 عام نجدها انضمت بعد ذلك إلى الشيوعية السوفيتية ولكنها في عام 1989 بعد انهيار الشيوعية السوفيتية بعد تولي جورباتشوف الذي أعلن تفكك الاتحاد السوفيتي وورثات في روسيا حاليا وتفكك إلى أكثر من 15 دولة نجد أن منغوليا تخلصت من الحكم الشيوعي في عام 1990 ودخلت في نظام ديمقراطي به تعددية حزبية يبقى ده التاريخ السياسي لها ووضع لها الدستور في عام 1992 وتحولت إلى اقتصاد السوء يعني الاقتصاد الحر بعدما كانت اقتصادها اقتصاد عام اللي هو تتلخص فيه سيطرة الدولة على وسائل الانتاج لا أصبح دلوقتي في نظام السوق زي النظام السائد في أوروبا ودول الغرب والولايات المتحدة نظام الحر أو النظام اللي احنا بنقول عليه الرأس مالي وهنا تخلصت من نظام العام اللي احنا بنقول عليه نظام الاشتراكي تخلصت منه الديانة الموجودة هي الديانة الوزية داخل الفرد لأنها دولة رعوية هو دولار ونصف يوميا في اليوم الواحد طبعا وتصنف بذلك من غليا من الدول الفقيرة لأن حد الفقر أو خط الفقر كان مقياسه العالمي قال لا يقل داخل الفرد عن دولارين في اليوم طبعا هنا الداخل دولار ونصف يبقى هنا هي تعتبر من الدول التي تحت خط الفقر والسر ايه او السبب ايه هو ان منغوليا دولة رعوية ويعد الرعي هو اقل المهن او الانشطة التي ترفع من داخل الدول وطبعا احنا قلنا ان بها مساحات واسعة جدا غير صالحة للزراعة هنشوف مع بعض برضو الماشية تعد اهم الحيوانات الموجودة وطبعا احنا شفنا شكل الناس في منغوليا عامل ازاي وشفنا شكل المساكن المناسب جدا للبيئة اللي هي قاسية في الصيف من الحرارة وقاسية في الشتاء من البرودة لو حد تساءل وبيقول طب هي حارة جدا في الصيف وباردة جدا في الشتاء نقول ان هذا هو شأن الدول الداخلية البعيد عن تأثير المياه يكون مناخها قري والمناخ القري يعرف بانه مناخ متطرف يعني ايه متطرف يعني بارد شتاء حار صيف يعني بلا رحمة وبلا هوا طيب تعالوا نشوف جزء من الفيلم بتاعنا عن الرعاة ونواصل مع بعضنا الكلام هناك طريقة الدبح بقى طبعا طريقة الدبح بطريقة غريبة احنا الاسلامية عندنا طبعا يعني الطريقة الاسلامية افضل بكتير من الطرق اللي احنا بنشوفها للدبح دي اللي موجودة وبعد كده طبعا بيتولوا بقى عمل اجزاء الشاه كلها حتى هنا يعني كل دوت بيحاولوا يستفيدوا من الشاه باكتر استفادة حتى عندنا احنا برضو بنشوف بالنسبة لل الفارو بالنسبة للفارو بيستخدم كالملابس يعني دول فقيرة كلها فبتستخدم السر والحانية كلها باستفادة كبيرة طبعا الطبيعة اللي موجودة في دولة داخلية زي كده بتكون محط انظار زي ما بنشوف بقى بعد زوابان الجليد ببقى فيه بعض الانهار قصيرة الجريان والجداول واحنا قلنا ان مناخ هو مناخ قاسي جدا لانه مناخ قري بعيد عن اثر المسطحات المائية التي تعمل على تلطيف درجة الحرارة طيب احنا بنقول ان سياسة الانظمة الشيوعية التي وجدت في منغوليا سابقا هذه السياسة هذه السياسة رواجت الى نمو صناعي لا يحافظ على البيئة بل يتم اهضار البيئة بواسطة نحن نعلم ان الانظمة الشيوعية كانت تسعى لتكوين آلة هذه الآلة آلة ضخمة آلة عنيفة منتجة ولكنها ليست اقتصادا يراعي التوازن بين الانتاج والبيئة ولكنه اقتصاد قد يسعى في بعض الاحيان الى تدمير البيئة ويهدف الى الانتاج فقط زي ما قلنا ما بيحافظش على درجة من التوازن البيئي عشان كده لقينا ان هناك حرق الفحم الناعم في محطات الطاقة التي تدار بواسطة الفحم في منغوليا كان لي اثر على زيادة نسبة التلوث هناك ايضا خاصة في العاصمة اولان باتور عاصمة منغوليا ايضا كانت هناك ازالة جائرة يعني ظالمة للغابات التي توجد في منغوليا بشكل كبير جدا تحويل معظم الاراضي هناك الى انتاج الاراضي الاراضي الغابات الى انتاج زراعي زاد ذلك من تأكل التربة وايضا كانت انشطة التعدين التي تمارس هناك لها تأثير الضار على البيئة وهذا دعا شنيدر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة الى القول بان منغوليا تواجه ضغوطا متزايدة وتأثيرات على تأثيرات ضر على المناخ ويشير ان شنيدر هذا ان منغوليا هي من دول العالم الاكثر تعرضا لظاهرة الاحتباس الحراري والاحتباس الحراري في معناه البسيط ارتفاع درجة حرارة الارض بشكل غير مسبوق بما يؤدي الى زوبان الجليد ارتفاع منسوب المياه في المحيطات والبحار وغرق كثير من المدن الساحلية وكان اخر مؤتمر لقمة الارض في ريودي جانيرو في البرازيل قد حذر من هذا الاحتباس الحراري مشيرا الى ان السواحل المخافضة سوف تغرق في خلال خمسين عاما اذا لم يتم تضارج هذا الاحتباس الحراري باستخدام الاقتصاد الاخضر الذي يعمل على التوازن بين البيئة والانتاج الصناعي باستخدام مكونات ان من السواحل التي قد تضار الاسكندرية في مصر لانها ابنة الاسكندر الاجبر من اهم العواصم القديمة في العالم القديم لكن نرجع تاني المنغوليا وبنقول ان منغوليا من الدول التي بها نسبة التلوث مرتفعة جدا لان هناك حرق الفحم واستخدام مكونات غير صديقة للبيئة وده اثر على شكل الحياة هناك والامة المتحدة لم تقف عجزة بل ارسلت في ابريل الماضي بعثة لمساعدة منغوليا على الانتقال من الصناع او الانتاج الصناعي الى اقتصاد اخضر زي ما قلنا في الاراضي وفي الطاقة وفي المياه احنا هنشوف شكل الطبيعة اللي يعني ممكن في يوم الايام نتيجة الاهضار والتلاوس الانسان ما اليهاش موجودة قدامه طبعا احنا شفنا الحياة في منغوليا كيف هي حياة بدوية او رعوية قاسية هؤلاء المغول الذين هاجموا الدولة العباسية واسقطوها وكان يقال وقتها ان نهر الفراط قد صبغ باللون الاحمر والاسود الاحمر كسرت ما قتل او ما تم قتله من المسلمين على يد هؤلاء المغول وايضا اللون الاسود كسرت ما القي من كتب في مكتب بغداد او ما اهرق لدرجة ان ميات هذا النهر كانت لا ترى من كسرة ما كان يطفو بها من كتب قيمة عظيمة من افكار المسلمين القدامى الذين كانوا اسسوا لكثير من العلوم مثل الخوارزمي والفرابي وابن حوقل وابن سينة وغيرهم مما ان اسسوا علوما اسلامية استرشد بها العالم الاوروبي في النهضة بعد ذلك طبعا احنا كده بنكون خدنا بعض المعلومات عن دولة منغوليا هذه الدولة التي تقبع في وسط اسيا شفنا طبيعة هذه الدولة تحدثنا عن بعض المعلومات التي اتمنى ان تكون قد وصلت اليكم بعض من افكار حول هذه الدولة الموجودة على خريطة العالم ما لقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة